شديدنا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز التاسعة تفضل يا منا شكرا ليكي جومانا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بتوصيات الحوار حول الحبس الاحتياطي وتمنى مجلس أمناء الحوار الوطني ما ورد في بيان مجلس النواب بأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يرها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناشدا الجميع المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن الحوار لم يكن متداخلا بآية صورة في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية موضحا أنه سيتم رفع ما لم يرد أو لم يكتمل بمشروع القانون من توصيات الحوار للرئيس السيسي ليتخذ ما يرى دوت صافرات الإنذار في بلدة لمطلة بالجليل الغربي للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ كما أعلنت القناة الثانية عشر الإسرائيلية سقوط عدة صواريخ أطلقت في لبنان في بلدة لمطلة مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بالرد عبر القصف المدفعي وأضافت الإدعاء الإسرائيلية أن قائد لواء الشمال بالجيش قال أن قواته جاهزة لاحتلال شريط أمني على جانب اللبناني أعلنت مصادر فلسطينية اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة واستهدافة بالعبوات الناسفة خلال اقتحام قوات عسكرية إسرائيلية مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت المصادر أن فصائل المقاومة استهدفت جرفة عسكرية بعبوة ناسفة متفجرة أدت لتعطيلها كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل وسط إطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أخرين إثر قصف طيارات الاحتلال منزلا في مدينة غزة وفي جنوب شرق مدينة غزة استشهد أيضا خمسة فلسطينيين جرأ قصف صاروخي نفذته مسيارة إسرائيلية في شارع صلاح الدين بحي الزيتون أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أن أطلاق النار بالقرب من ملعب الجولف الخاص بدونالد ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة ويستفال بيتش بولاية فلوريدا ويحقق فيما يبدو أنه محاولة اغتيال من جانبه قال ترامب أنه آمن وبخير ولا يستطيع أي شيء خافه هذا وأدنت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هارس العنف السياسي معربة عن سعادتها لأن ترامب آمن طلب الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي مجددا من الدول الغربية السماح لكييف بضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا وأشدد زيلنسكي على أن الحل الوحيد القادر على التصدي لروسيا تدمير الطيران العسكري الروسي حيث يتمركز في الوقت نفسه أقر زيلنسكي بأن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر كبيرة نظرا للبطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية المطلوبة لتجهيز القوات المسلحة على نحو ملائم نهاية مجز التسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعض الفاصل اشتركوا في القناة